أنا مذابية خاصة الناس الكبار الناس الكبار ما نصبروش ما نقولوش يودي لا استنى نهار استنى نهارين استنى ثلاث ايام حتى نتلحق حتى الثلاثة ايام سبع ايام ومعد يجينا في قصور تحت نفس وما يلقاش البلاصة هنا إلا كان صررنا الضغط بالنسبة للحالات اللي ندخلوها المستشفى ما نقدرش نتحمل ولمستشفى ما يقدرش تحمل لأنه الابوبيلاسيون الله يبارك راهي معتبرة في مدينة الأغوات يجتنبوا يجتنبوا الأعراس يجتنبوا التجمعات نحن نخرجوا من المستشفى نلقوا التجمعات في الفليبلاسيات نلقوا التجمعات في خط الواد ماذا بي نحن قاعد يفيدوا لماكسيموم التجمعات هذون مع غسل الأيدي ولبس الكمامات اللي بافيت هذون كان شعب ما زل ما وش يدير فيهم ما زل ما فهمناش قد منصحة للمواطنين خاصة فئة الشباب يا شباب خافوا ربي شوية في أمهاتكم وآبائكم الحجر رانا من فيفري من فيفري وانتوما معلابلكم بوالوكم كي الناس مش مأمنة بالكورونا بالصح عدنا حالات راه تموت يومي لي مش مأمن يجينا للسبيطار انتوما العشيات راكم في البلاسيات راكم مقصرين وبويك ولم مكره محجوب في الدار مش يخرج بالصح انتين بعد جيبلوا الفيروس قادر تقتلوا نتمنى وتفهمونا وتسمعونا علابنا بلي كابابل جيتو لوبيتال عملنا معكم طريقة ماشي مليحة بصح هذا كل من البخيشون اللي راننا عايشين فيه وراكم انتم عايشين فيه وبالإحصائيات اللي وصلنا لها وماشي الإحصائيات اللي راه يدكلاري فيها وزارة الصحة الوضع في الأغواط راه هو وضع كارثي يأزمة مستمر يأزمة أزمة طائلة للأسف الأعداد المصابين في تزايد مستمر الأعداد المصابين سواء المصابين أو أعداد الوفيات وذلك نتيجة عدم التزامنا بالحجر الصحي لهذا رسالة لسك الأغواط رسالة لسك الأغواط بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التقيد بالتباع الاجتماعي ضرورة الارتداء الكمامات يعني أن نحمي أنفسنا بأنفسنا والله هذا رأي شيء صعيب تسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا الجنود البيض ولن توفيكم كل الكلمات حقكم إلى الذين يبيتون بعيدين عن أبنائهم عن آبائهم عن عائلاتهم من أجلنا ورسالة واحدة يريدون أن يوصلوها ونريد أن نوصلها على لسانهم أكبر شكر وأكبر تقدير نقدمه لهم هو البقاء في بيوتنا التزام بالإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعي التزام بقوانين الحجر الصحي الوضع الحالي الذي نمر به جد خطير والمرض بديت فشى أكثر وأكثر والشيء الذي تسبب في ذلك هو عدم التزامنا بالحجر الصحي بالمسافة الأمان بارتداء الكمامات عفوا بوسائل الوقاية بشكل عام